الفواتير الإلكترونية نظام متطور أول من اعتمدته شركة ناقلات النفط الكويتية لإنجاز فواتيرها الورقية مواكبة بذلك أنظمة الرقمنة الحديثة واستراتيجية التحول الرقمي لمؤسسة البترول الكويتية المبادرات عندنا في الناقلات بدأت ويانة في شركة الناقلات بدأت ويانة من حوالي 2018 مع الفواتير الإلكترونية بطبيعة عمل شركة ناقلات النفط الكويتية الموردين عندنا غالبية الموردين برى الكويت من برى الكويت فاستلام الفواتير الورقية والمراسلات ومتابعاتها كانت متعبة وكان فيها تحديات كان الهدف منه إلغاء الفواتير الورقية والتحويل إلى فواتير إلكترونية خاصة أن أغلب الموردين اللي ينتعامل معهم يكونون برى الكويت فبحيث أن تم إرسال الفواتير عادة تاخذ لها شهر أو أكثر فما يؤدي إلى تأخير دفع الفواتير تحديات واجهت المنفذين أثناء مراحل إعداد هذا النظام الذي يحرص على الدقة في إدخال البيانات والسرعة في إنجاز المعاملات بين إدارات الشركة والموردين وتقليل الجهد على الموظف ما حاشتنا مشاكل من ناحية المستخدمين والسبب أن تم تصميم البرنامج بصورة سهلة وسلسة وأكثرها كانت عن طريقة أتمتة الخطوات وتقليل إدخال البيانات لكن حاشتنا مشاكل في متابعة الفواتير أنه إذا الفاتور انتقلت من مرحلة لمرحلة الأشخاص بالمرحلة الأولى ما يدرون وين صايرة الأشخاص بالمرحلة الأخيرة معرفين جميع اليوم اللي يصايرين وهنا بدأنا نبني تقارير ولو حتى تحكم مشكلة ثانية حاشتنا بعد أن الفواتير مربوطة بالطلب الأساسي للشراء أو بالعقد الأساسي للشراء فحاشتنا مرات أن الموظف هو اللي سوى الطلب الشراء بس مني لن طرح وترسية والإراد والتوريد والأمور هذا ولمتي الفاتورة راح يتي خلال أشهر فمرات يكونوا موظفين انتقلوا من المزايا الفواتير الإلكترونية سرعة الدورة المستندية للفواتير يهتم تسديد الفواتير بفترة تقل أكثر من نصف الفترة السابقة توفير وقت ومجهود الموظف أن البيانات يتم إدخالها بشكل مباشر عن طريق المورد ودقة البيانات الحفاظ على الموارد من ناحية الورق والأدوات المكتبية نظام الفواتير الإلكترونية هو إحدى خطوات شركة ناقلات النفط الكويتية في عالم الرقمنة الحديثة نحو تحقيق تحول رقمي متكامل جهان حبيب لقناة الأخبار Если قد تسديد الفواتير